تحت رعاية الشيخ نايف بن خالد الخليفة رئيس مجلس المناقصات والمزايدات انطلقت أعمال الدورة الخامسة من مؤتمر الشرق الأوسط للمشتريات 2021 نعم هذا وجاء المؤتمر تحت شعار بناء مشتريات مرنة وفعالة ومستدامة التفاصيل في التقرير التاريخ لطالما حرصت مملكة البحرين على مواكبة آخر التطورات والحلول التكنولوجية بهدف تطوير الخدمات الحكومية ويأتي مؤتمر الشرق الأوسط للمشتريات 2021 ليؤكد حرص المملكة على الاستفادة من أفضل الممارسات في قطاع المشتريات لتحقيق الرؤية الاقتصادية 2030 ولفت سعادة رئيس مجلس المناقصات والمزايدات الشيخ نايف بن خالد الخليفة خلال المؤتمر أن مملكة البحرين تمكنت من مواكبة تبعات جائحة كورونا والتغلب على تحدياتها بأقل الخسائر مما أبقى على زخم العجلة الاقتصادية والقطاعات الحيوية مع مواصلة خطة التطوير والبناء في كافة الأصعدة وأضاف أن تبعات الجائحة تعد فرصة لعادة ترتيب الأولويات والتوجه بصورة متسارعة أكثر من أي وقت مضى إلى التحول من الأتمتة الشاملة إلى الرقمنة الشاملة والذي من شأنه الاستثمار في المعلومات والذكاء الاصطناعي واستغلال الموارد بالصورة المثلى الرقمنة الشاملة بات الضرورية وملحها لتطوير قطاع المشتريات والتوريد وأمانة هو الشق الذي يتحقق التمييز والتنافسية في جميع المناقصات والمشتريات يأتي هذا الملتقى السنوي المهم الذي يجتمع فيه نخبة من الخبراء والمهتمين في هذا المجال بالخروج بالتوصيات لتكوين إسهامات فكرية وتطبيقية تمهد للتحول الرقمي لتجاوز المعوقات في مجال سلاسل التوريد اليوم يتم الإعلان أيضا عن شيئين رئيسيين النقطة اللولية تتشين الدليل الإرشادي الديناميكي الأول لمجلس المناقصات الجزئية الثانية سيتم الإعلان خلال سبوع تقريبا عن طرح مناقصة لإقتناء نظام مناقصات رقمي من الجيل الرابع ورح تكون في مناقصة عام بإذن الله تم الإعلان خلال المؤتمر عن فوز مملكة البحرين بثلاث جوائز ضمن النسخة الثالثة لجوائز الشرق الأوسط للمشتريات وتم خلال الاحتفال توزيع 12 جائزة في فئات مختلفة وذلك احتفاء بالإنجازات المتميزة والابتكارات في قطاع المشتريات طبعا جت هذه الجاهزة بعد جهود كبيرة وسنوات من العمل الدأوب والمثابرة الحمد لله على طول سنوات عملي في مجال المناقصات والمزايدات قدمت العديد من المبادرات والمشاريع ولولا مساندة الله والإدارة العليا عندنا في المجلس طبعا قدمنا العديد من المشاريع وقدمنا عديد من المبادرات من هذه المبادرات تتعلق بدعم المؤسسات الصغيرة والمتبسطة وارتكازا على قيم الكفاءة والشفافية في العمل المؤسسي يواصل مجلس المناقصات والمزايدات سعيه الدائم لتبني أفضل الممارسات في مجال المناقصات والمشتريات الحكومية من أجل تقديم خدمات ذات قيمة مضافة للشركات من الجهات المتصرفة والموردين والمقاولين لذا تركز عمله مؤخرا على تحسين مؤشرات الأداء في عمليات المناقصات والمزايدات والتي من شأنها تحسين مركز مملكة البحرين في المؤشرات الدولية ريم جناحي لمركز الأخبار تلفزيون البحرين